انتهت نشرة التاسعة مشاهدينا ولكن فقرات وموضوعات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلام يوسف الحسيني مساء الخير يوسف مساء الفول يوسف ازا كدير الحمد لله ازا كدير طبعا اليوم النهاردة يوم السنوية العامة والنتيجة السنوية العامة والحقيقة عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا ان في بيوته النهاردة فرحانة وفي بيوت الاب والام الزعلانين والطالب احنا عايزين نقول ان دي مش نهاية المطاف وان ده مش نهاية المارسون يعني فيه كليات فيه طموح المستقبل ده بي دايما بيكون بيد ربنا مش بكليات القمة ولا بالاهتمام بالتحق بالكليات دي هقول لك حاجة احنا عموما في ثقافتنا عندنا مأساة ان احنا تحسي كده في تركبتنا الزهنية ان احنا جنائزيين قوي يعني ما ليه اولا البكاء على لبن المسكوب لا يفيد في اي شيء لقد سوكب اللبن هنعمل ايه يعني هنتبح العيال مثلا لأ هنعلق لهم مشانق لأ اللي حصل حصل عدت ده المفروض الكلام اللي فهمه الاب والام علشان ما يعودوش يضغطوا على الولاد الولاد ده بقى جاب خمسين في المية جاب تسعين في المية استكدت متوقع له جيب ستة وتسعين وابو خمسين كان نفسي يجيب لي سبعين يعني خلصت يا جماعة سيبوا العيال في حالها اعتقد يوسف النتائج اللي شفناه النهاردة والنسب خمسة وستين في المية للشعب الأدبي مرحلة أولى ما شفناش الكلام ده من زمان كده من على أيامي بالضبط يعني احنا الدنيا بدأت ترجع تاني ان الامور تبقى أهدى شوية معادش فيه بقى الصراع على المية وخمسة في المية والمية وستة في المية الوقت الفرص متاحة جدا لكل الطلبة عندنا خمسمائة تقريبا كلية على مرجمعات اعتقد ان دي جزئيتين ايجابياتين في الموضوع النهاردة يخلي اللي ما كانش عنده فرصة قبل كده يبقى عنده لكن الناس تفكر صح اروح فين المعاهد زي ما وزير التربية والتعليم قالي النهاردة مش لازم كليات القمة فيه كليات كتير متخصصة وفيه معاهد أكاديمية اللي بتتوافق مع السوق عارف عنت زي الفيلم كده يا جو يا جو بص يا يوسف انا عندي وجهة نظر في القصة دي كلها القصة اولا مش متعلقة اولا انت مستقبلك مش بيتحدد على السنوية العامة ولا حاجة وبالمناسبة هو برضو مش بيتحدد على تخصصك في شهادتك الجماعية انت خريج صيد الله وانا خريج اقتصاد واحنا الاتنين بنشتغل شغلانا اللي ليها علاقة لا بالاقتصاد والله بيصيد الله اتخرجت من ايا دينا اعلاما قام اعلام لا خلاص دينا في التمام يعني دينا مكملة مشوارها في المزبوط حلو طيب لكن اللي عايزة اقولوا ايه واحنا بنضرب المثل باليوسفين اللي موجودين دلوقتي دون كل واحد فيهم اتخرج بشهادة معينة بعيدة قد تكون كل البعد في حالة يوسف مثلا عن الشغلانة دي في حالة يوسف الحسيني برضو بعيدة صحيح مش كل البعد يعني فيه تقارب بماء بس ايه اللي جاب القلعة جنب البحر ايه اللي جاب الصيدلة جنب الاعلام مش معيار ومش مقياس ده اللي بنقوله فعلا للأسر المصرية بالزبط احنا خدنا مناعة حلقتك كتير في طه احنا سنحب المناعشات اللي هي هسيبك لفقراتك الليلة اكيد مليانة بالاخبار والموضوعات اللي جابية ان شاء الله حدود نتمنى لك التوفيق وننضمن المشاهدينك كالعاد بإذن الله شكرا يا يوسف شكرا يا دين شكرا لكل صناعة التاسعة ونستأذنكم نبدأ فقراتنا